نعم نواصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن استبعدنا نسخ حديث أبي يريرة رضي الله عنه لو قلنا بالجمع لكن لنحن لا نقول بالجمع إلا إذا صح الحديثات ففي هذه الحالة من الممكن أن نجمع نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل وازا أحيانا ويفعل وازا أحيانا ده من ناحية الجمع لو أننا أردنا أن نرجح فإننا سنرجح حديث أبي هرائف الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال ليبرك أحدكم كما يبرك البعير ويقدم يديه قبل ركبتين فهذا من ناحية الصناعة الحديثية ومن ناحية السند حديث صحيح صحاحه جمع من أهل العلم كالإمام النووي وعبد الحق في الأحكام والشيخ الألباني والحاكم قال القلب إليه أميل من حديث وائل ابن حج رغم أنه صح حديث وائل ابن حج وكذلك الشيخ أحمد شاكر والشيخ الأرنقوت فالحديث من ناحية الصناعة الحديثية حديث أبي هريرة أصح الذي فيه تقديم اليدين قبل الركبتين لكن تكلم فيه ابن القيم فقال إن الحديث انقلب على رويه في الزاد وأطال النفس في ذلك وقال إنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم يديه على ركبتين قال إنه انقلب ومفترض إن البعير يقدم يديه أولا وفي نهي عن ذلك بل الحديث انقلب لكن ردوا عليه أهل اللغة قالوا لا إن ركبتين البعير في يديه من ناحية اللغة فيه خلاف لكن نحن لن ننظر إلى ناحية اللغة لكن عندنا الحديث يعني لا يوجد بين أيدينا ما يدل أن الحديث انقلب على الراوي إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقدم يديه قبل ركبتين يؤكد هذا أن هذا هو الراجح حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم يديه على ركبتين عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح وهو عند البخاري علقه البخاري بصيغة الجزم وما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح هذا يؤيد ترجيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذن الراجح في المسألة هو تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود من القيام ننزل باليدين ننزل باليدين دي الراجح في المسألة دي الراجح حسب ما ترجح من نزل بركبتين صلاة صحيحة صلاة صحيحة أختم بما قاله شيخ الإسلام المتامية بعد أن بسط المسألة فقال اتفق العلماء على أن هذا صلاة صحيحة وهذا صلاة صحيحة وعلى طالب العلم أن يعمل بما ترجح لديه وعلى العمي أن يقلد العالم الذي يسأله فنحن نرجح أن نزول على اليدين قبل الركبتين لأنه الراجح من أقوال أهل العلم ونحيل من أراد الاستزادة إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني وإلى نهي الصحبة عن النزول بالركبة لشيخنا الشيخ أبي إسحاق الحيني حفظه الله نعم وإياكم